موسيقى عايزة أسألك السؤال اللي سألناه من كم دقيقة هل يوجد تقدر تدلنا على مؤرخ موجود في أي حقبة تاريخية كتب إنه الكتاب المقدس اتحرف سؤال تاني هل ممكن حضرتك تتكرم وتقول لنا مين اللي حرف الكتاب المقدس كمان هل ممكن تقول لنا امتى يعني الديني سنة الديني حقبة تاريخية الديني وقت معين اتحرف فيه الكتاب المقدس هل في قرر الثالث الميلادي هل في القرن الأول الميلادي امتى اتحرف الكتاب المقدس خلينا أسألك كمان فين اتحرف الكتاب المقدس في أي قرر في أي بلد في أي لغة في أي مدينة في أي لغة في أي شعب مين اللي حرف فين وامتى وزي ما سأل الأسيس نظار من شوية فين هي النسخة الأصلية ومين هو اللي يقدر يحرف أمور وما يسبش أي بوائي لفتحريف يعني بمعنى لو جيه مثلا في إنجيل متى وكتب إن المسيح متصلابش نفترض جدلا يعني إزاي عارف إنه يشيل كل حاجة بتشير إلى صليب المسيح في إنجيل متى وإنجيل لواء وإنجيل مرقص وإنجيل يوحانا والعهد القديم والعهد الجديد ومن غير ما يسيب أي تريس إزاي غير منطقي عزيزي المشاهد إيه هي الأجزاء اللي تم تحريفها أي جزء حط لي صباعي على الجزء أو أنت حط لنفسك صباعك على الجزء واتصل بنا أقول لنا أي جزء اللي تم تحريفه أسئلة منطقية إذا ما عندكش إجابة لها ما عندكش حل لازم تسلم بإنه الكتاب المقدس لم يحرف الكتاب المقدس لم يحرف وهو كما هو بين إيدينا النهاردة زي ما كان من وقت ما تكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر